بمناسبة بنين والسودان تأهالة منذ قليل أيضا لنهايات كاس الأمم بالمغرب المهندس عدلي أشار إلى طاهر وروح طاهر وحالة التحدي الكبيرة اللي كانت عنده طاهر محمد طاهر بالمناسبة أشاد بيه اتنين من مدرب المنتخب السابقين كابتن حسام البدري والكابتن شوق غريب نشوفه نقلة كبيرة اللي هو راح للنادي الأهلي حاس بضغط أو رهبة شوية عنده من تالتي كويسة جدا بيتمرن بشكل كويس جدا مستمع بشكل كويس جدا بيحترم الجهاز الفني بشكل كويس جدا وده اللي كده من احنا خلال الفترة اللي طاهر مكنتش بلعفية ما اسمعناش فيه أي مشكلة بل فيه أوقات كنا بنسمع أنه هو ممكن مرة بكى مرة وده دليل أنه جواه إصرار كبير جدا وفي نفس الوقت تحفظ واحترام للمنظومة نفسها اشتغل على نفسه زم ببركات بيقول كان عنده إصرار الرهبة راحت المدرب شايف كل الكلام ده أصرع على أنه هو يدي له الفرصة أما جات له الفرصة وتحرر من كل الأشياء دي ابتدى التحرر ده يزهر مصاب شكل كويس وربما معرفش تهوفاني أو لا أنه برضو هو استشعر أنه كولر حاطت كهرباء بعيد شوية وبالتالي ما فيش راس حربة غير وسام فربما يكون هو التاني معرفش هالممكن تكون دي برضو في دماغه وفعلاً وفعلاً زي ما أنت بتقول كابتن وكابتن حسام وكابتن بركاتك كرمه على طاير 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 لعب مقاتل أصلاً طاير طريقة لعبه وأداءه لعب مقاتل فعلاً يعني لعب مقاتل ما هوش لعب ايه مش من اللعبة اللي بتلعب الشيكو والسكينة أو لعبة مثلاً المهرية الأوي لأ ده هو عنده قوة أداء وشارس وبعدين طاير برضو خد تجربة احترافية هو صغير ورجع تاني مصر بسيطة بسيطة ورجع تاني طاير عنده المكونات اللعيب كبير لما يجي بقى يحس أن المدير الفن في فرنسا أه في فرنسا لما يجي يحس بقى يا كابتن متى أن المدير الفن رغبه ورغب أنه يلعب وبيلعبه وبيديله في وقت مثلاً كان في حد حاجات طلعت أنه هم عايزين يستغنوا عنه عايزين يعني عارف ورمي ربيع عزو حان الله يعني شوف لقى بقى لقى المدرب اللي يحتضنوا فكان لازم يعمل كده وأنا عارف أن أقعد برضو مع كتخطيب قعدة ودي منه يعني قال لي أن الأعدة دي برضو يعني أنت موجود في النادي والمدير الفني عايز حرروا حرروا بقى حرروا بقى حرروا بقى